هلا عن جد خلونا نفكر مين رح يفوز بقضية جوني ديب وأمبر هيرد ومين يلي رح يستفاد أكتر شي في حال انحسمت القضية لصالحه هل الموضوع يلي شفناه وشافه العالم كله كان يستحق طيب نحن كمشاهدين شو استفدنا من كل هيد الحركات هاد الشي رح نعرفه بحلقة اليوم بس قبل ما تنسوا ان تشتركوا بالقناة وتفعل الجرس خلونا قبل ما ندخل بجوهر القضية نحكي لمحة عامة شو اللي صار وشو الاحداث المفصلية بهيد القضية لنكون صورة عن اللي صار اللي صار انه ب2009 كان اول لقاء بين جوني ديب وأمبر هيرد وقت عملوا سوا فيلم وهيد الفيلم كان ناجح الى حد ما والناس حبت هيدا الثنائي مع بعض لدرجة انه طلب الشائعات انه في بيناتهم علاقة عاطفية ولكن الثنائي بهديك الفترة كل واحد منهم كان مشغول بحياته امبر كانت مرتبطة بصديقة لالها وجوني كان متزوج فنفوا هيدا الثنائي كل الشائعات اللي تناولتون وقالوا انه نحن اصدقاء وعملنا سوا حالة حلوة وفيلم جميل بعدين ب2012 بينفصل جوني ديب عن زوجته وبنفس السنة بيصير في مشاجرة كتير كبيرة بين امبر هيرد وصديقتها لدرجة انه امبر بتضرب صديقتها وبتضطر انه تدخل الشرطة بالمطار بعد هيدا الحادث انفصلت طبعا عن صديقتها وشفنا سوا الثنائي جوني ديب وامبر هيرد لأول مرة بهديك الفترة واعلنوا عن ارتباطهم ومن ثم اعلنوا عن زواجهم هيدا الزواج كان كارثي لانه تدد فقط لخمستعشر شهر وكانوا هالخمستعشر شهر كفيلين انه يخلوا في قضايا ومحاكم وخسر جوني ديب منه كتير حتى انه تهددت مسيرته المهنية فش اللي صار اللي صار انه بعد بفترة اصيرة من زواج متر ما حكينا بترفع امبر هيرد قضية الطلاق على جوني ديب بتقول انه هو كان يعنفها طبعا هي بعدين فازت بهذه القضية واخذت تعويض الطلاق وتسوت الامور ومع انه جوني كان مصر على انه هيدا الشي مصح وانه هو مع النفا ولكن المحكمة حكمت لصالحة واخذت تعويض كبير وقيمة 7 مليون دولار بعد هيدا الفترة وبعد ما بلشت الامور تهدى بشأن هيدا القضية طلعت امبر هيرد وكتبت قضية تدعم النساء يلي تعرضوا للتعنيف وبهيدا المقال اللي كتبته امبر رجعت خلت الانظار كلها ترجع لجوني ديب لانه هو المتهم الاول بتعريضه للتعنيف وهون رجعت كتبت دستان مقال كتير كبير هاجمت في جوني ديب وتهمته بشكل مباشر انه هو معنف للنساء هيدا الموضوع خلت ترجع المحاكم تطلع وهذا الشي خلت انه جوني ديب يخسر كتير من الصفقات والعقود ويخسر شعبيته وهون بلشت تطلع الجمعيات النسوية وتهاجمه بشكل كتير كبير الامر يلي خل القضايا ترجع فرفع جوني ديب قضية بمفادة انه هو تعرض للتشهير على امبر هرد وعلى صحيفة دستان كمان رجعت امبر هرد بعد بفترة رفعت قضية ايضا انه جوني ديب عم بيشهر فيها ورجعت المحاكم والمحكمة طبعا اعطتهم فترة لحتى يجمعوا الادلة ويمثلوا امام القضاء هيدا المحاكمة كانت علنية وشاهدها العالم اللي عم يتابعوا اول باول كل الادلة جوني ديب كان فريقه جدا محضر كويس وقدم ادلة كتير قوية بتأكد انه امبر هرد هي اللي كانت عم بتعنفه وهيدا الموضوع كان صادم انه رجل يطلع يحكي انه في امرأة كانت عم بتعنفه وهيدا الرجل هو جوني ديب فكان الموضوع جدا صادم للناس وتعبروا هيدا القضية والادلة بيشه تطلع شوي شوي والاخص انه جوني اشعر انه امبر باحد خلافاتهم تسببت بقطع اصبعه هيدا الشي اللي انكرته امبر كتير وقالت انه لا انا ما بتذكر هيك اللي صار واللي صار انه جوني هو اللي كان عم بيعنفني يعني هذا بيحكي عن انه هو تعرض للتعنيف والثاني مصر انه هو اللي تعرض للتعنيف فالحقيقة وين؟ حقيقة لهلا ما حدا بيعرفه ولكن الاعلام كله يعته حاليا صار متعاطف مع جوني ديب ونحن اليوم ما انه بصدد نحكم انه جوني معه الحق ولا امبر مع الحق لانه بالنهاية هيدا الشي ما حدا بيحدده غير القضاء والمحاكم واحيانا حتى القضاء والمحاكم بتحتاج وقت كتير طويل انه تجمع ادلة والاخص انه امبر حكيت انه جوني كان تأثير المخدرات والكحول هاد الشي بخلين كان ما بيعرف يتصرف وما حدا بيعرف تماما وين الحقيقة ولكن بدنا نحكي اليوم انه العلاقات هالقد ممكن تكون سامة وخطيرة وتوصلنا لما اماكن جدا منحدرة طيب نحنا شو منستفاد من كل هيدا الحديث يلي حكيناه ومن متابعتنا لهي قضية بالحقيقة ما في حدث كبير بهز العالم الا وفي انت لازم تعرف شو المقصود منه شو يعني يعني اكيد الناس عم تتابعه هلا بيدافع الحشرية والفضول انه اوف معقول حدا متل جوني دي بيتعرض للتعنيف وشو اللي صار ومين اللحاء والنسوية طلعوا حقوق الرجال انك بعد شوي يطلعوا وكل هيدا الفوضى عم بتصير ولكن خلونا نركز شوي ونعرف انه العلاقات ممكن تكون خطيرة هاد الشي بخلي الرسالة الاولى اللازم كلها يعطنا نسمع انه نكون مسؤولين بشكل اكبر ووعيين لعلاقاتنا العلاقات الانسانية والاخص الزواج ممكن انه يطلع فيك لمراحل كتير عالية ويطورك وممكن انه يدمرك هاد الشي بخلينا نركز تماما نختار الشريك الصح والمناسب ايه ممكن تكون انت نجم هوليوود وبزواج معين تنزل للحضيض ببساطة لانك اخترت شريك غير مناسب او يمكن انك انت استمرت بعلاقة غير مناسبة لانه كل الناس كانت عم بتسأل طيب جوني انت كده عم بتتعرض للتعنيف وكانت امور هالدرجة رديئة وسيئة ليش استمرت بكتير من الاحيان احنا منستمر منقول انه هيدا الشخص بيتغير او بيتعدل او يلا عادي من مرأة ولكن بالاخر منشوف حالنا بمأزق وهيدا الشي منشوفه انه القضية ما انتهت بالطلاق لهم سنين سنين بسبب خمس ساعة شهر زواج كان مدمر وعلاقة سامة وخطيرة اليوم الرسالة من كارما انه اختار شريكك بشكل صحيح اشتغل على العلاقة بشكل صحيح اسأل نفسك هل انا مستعد لهيدا العلاقة طيب في حال انا عندي جروح من الماضي عندي مشاعر بحاجة اخذ من شخص تاني ما الاولى والابدة اني انا روح عالج جروحي ومشاعري ومن ثم انا ادخل بعلاقة او بالاحرق انه يكون في لغة تواصل بحيث انا وشريكي نوصل سواء لاماكن جدا مهمة من الوعي ومن الرقي ومن التطور انه احنا نفهم بعض طيب كثير في ناس تألت مثلا طيب شو اللي بيخلي شخص مشهور مثل جوني او مثل امبر يعني عندهم المال عندهم الثروة عندهم كثير قصص انه يوصلوا لهيدا الاماكن وانه يتطلقوا مثلا لانه الناس بتفكر انه المال بحل كثير من المشاكل بالحقيقة لما تكون انت عندك كل هيد الشهرة والاضواق بتكونوا ضغوطات كتير صعبة لانه اللايفستايل بحد ذاته مختلف فانت لازم تختار الشريك بتفكر استمليون مرة عن الاشخاص العاديين لانه ممكن فعلا يدمرك ويوصل فيك لاماكن جدا صعبة بنرجع من عيد اختاروا صح اشتغلوا على نفسكم صح واشتغلوا على علاقاتكم بشكل كتير جيد لانه بالنهاية العلاقة الجيدة رح تخلي صحتك النفسية افضل شكرا